انا مش عاوز عادي الكلمة اللي انا كلمت فيه مبارح في الحلقة في مقدمة الحلقة تحديدا على موضوع الانسحقات الطبقية اللي بتحصل دي وعلى موضوع التشويه اللي طول الوقت حصل للثقافة المصرية وكأنه تشويه متعمد بس برضو النهاردة حصلت حاجة قاعد مع حد من زميلي فبنتكلم على مسألة هو الالوان اللي عندنا في مصر دي جاي منين يعني تعتقد مثلا لما تلاقي فلان الفلاني أو فلان الفلانية مصرية أبا عن أمان عن جدا إلى آخره ومصريين بسيطة لونه أبيض وعنينه زرق وشعره أصفر وحاجات زي كده كويس جزء من الهبل اللي بيتقال والهطل والقراء انحطاط حقيقي هو دس أفكار جوه المصريين متعلقة بأنه أصلا ده نتيجة الاختلاط بالفرنسويين أيام حملة لويس التاسع ده بالمناسبة طريق التفكير المنحطة جدا جدا طيب مين اللي مسؤول عن طريقة التفكير المنحطة الناس اللي فوق دول اللي موجودين في القرى الخضراء البيضاء هي خضراء الشكل بيضاء اللون من حيث المجموعة البشرية الناس دول بالمناسبة هم طول الوقت لو انت تعد تبص كويس على طريق التعاملهم وتعاطيهم مع كل المجموعات البشرية على الأرض دي ناس عنصرية إلى أبعد الحدود وشوهوا تواريخ أو تاريخ الأمم كلها وحاولوا دائما أنه هم يستعبدوا كل المجموعات البشرية يعني لازم تشوف هم عملوا إيه في الأمريكتين من دبح ونحر نحر يعني عملية تطهير عرقي حقيقية للسكان الأصليين في الأمريكتين كويس؟ ده على سبيل مساء لازم تشوف عملوا إيه عندنا في إفريقيا برضو عمليات تطهير عرقي واستعباد لازم تشوف عملوا إيه في أسيا والتشويه والتعتيم وتمس الهوية ولما جم عندنا في المنطقة العربية فهو بقى إيه لهو حيران يعني لهو هيعمل إيه ولا إيه دي بلاد عندها حضارة وعندها تاريخ كبير وعندها موروس إنساني وحضري عظيم جدا فبدأ يشتغل بطريقة تانية إنه يشوه التاريخ اللي موجود في المنطقة طول الوقت ويخترع فيه حاجات يقولك الناس دي أصلاً مواصر شلويس التسع والمجموعة بتاعته لما جم ده كلام شديد الإنحطاط وأبعد ما يكون عن الحقيقة بالمناسبة هو الصح بتاعه هو دخول الأكراد لمصر مع صلاح الدين الأيوبي بالمناسبة يعني ثم فيما بعد ذلك صلاح الدين الأيوبي بدع بدعة كده اسمها المماليك كان بيجيب صبيان من أوروبا الشرقية والبلقان بيض وشعرهم هذا شكلهم كده يعني مش اختراع صلاح الدين للأسف يعني حلو وكان بيجيبهم هنا ودول كانوا بيتم استعبادهم بس كان بيتم استعبادهم لأجل الاستخدامات داخل مجموعات الجند كويس طيب وهنا بدأ يظهر حاجة اسمها المماليك معيها المقاتلين شارسين إلى أبعد الحدود بيتدربوا على مهام قتالية من وهم عندهم 9 سنين بطبيعة الحال حصل بقى خلاص كده اختلاط جوا المجتمع على المصري خصوصا لما تحرر هؤلاء المماليك وحاكموا مصر بعد انتهاء السلطنة الأيوبية إن كانت سلطنة أصلا ودي قصة تانية بس العايزة ووصله لك مش حاجة اسمها للويس التاسع ولا للويس الخمستاشر ولا كل الكلام ده منتهى الانحطاط علموا عيالكم الصح علموا عيالكم المزبوط فهموهم إن انتوا دولة مهمة وإن انتوا حضارة عظيمة وإنها عمرها عمرها من صحقت قدام أي حضارة أخرى أو أي دولة غازية بل بالعكس علمت العالم الأدب دي حدوتة هنكمل حكاياتها بعدين